السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في قناة سوسو اليوم ان شاء الله وصفة جديدة على قناتي فغدي نشارك معكم طريقة تحضير البغرير بطريقة ناجحة ومقادر اللي هي مضبوطة مع السر اللي يخليه يجي ناجح ويجي بحل الشهدة يعني اي وحدة جربته غدي نجح معها يعني غدي نوريكم واحد السر لاغلب السيدات يعني كيوحلو في طريقة تحضير ديال البغرير وكيكون المشكلة هو يعني المقادر غير مضبوطة فغدي نشارك معكم مقادر مضبوطة والطريقة باش غدي يجيكم ناجح مئة بالمئة وغي يجيكم بحل الشهدة ففقط تبعوا الفيديو من الاول الاخر وما تفوتوش حتى شي نصيحة باش يجيكم بغرير ديالكم ناجح مئة بالمئة ما تبخلوش عليها باللايكات ديالكم وبتعليق ديالكم ولكنتو طبعا كتزور القناة اول مرة فما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس بس توصلوا دائما بجديد القناة ندوزوا دبا المقادر وطريقة تحضير نبدو على بركات الله بالنسبة للمكونات فغادي نحتاجه لدقيق الفينو بنسبة الكيمياء ثلاثة ديال الكؤوس من الدقيق ديال الفينو او السميد الناعم فانا ما كانش منتوفر عندكم قدروا تعودوا بالسميدة ولكن فهو كيجي افضل يعني بدقيق الفينو غادي نحتاج كذلك الملعقة كبيرة ممتلئة من دقيق الفورس الممتد يعني الفورس من ديال غادي نحتاجه فقط ملعقة كبيرة وتكون ممتلئة جيدا غادي نحتاج القليل من الملح وملعقة صغيرة من السكر سندة او للسكر الخاشن ومعلقة كبيرة ديال الخميرة الخاصة بالعجين ونيا بالنسبة للخميرة فكتبقى على حسب الجو إلا كالجو بارد فكتتعمروا الملعقة مزيدا وإلا كالجو سخن فكتديروا فقط ملعقة صغيرة غادي نخلط هاد النواشف باش نسجموا مع بعضهم على هذا الشكل هذا بنخلط اليدوي وغا نبقى نضيف الماء بالنسبة للماء فأنا غادي نضيف جوش كؤوس في البداية بالنسبة للماء يعني الماء ده في عادي ديال الروبيني غادي نضيف الكأس التالت وغادي نبدأ نخلط وغادي نخدم العجين ديالي جيدا تأكد خلدك ثلاث كؤوس ديال الماء ونخلط مزيدا عاد غادي نبقى نضيف كيميا أخرى من الماء سوف هنا غادي نضيف الكأس الرابع باش تبقاوا متبعين معي الكيميا اللي غادي ندخل ديال الماء هنا يا ضفت الكأس الرابع كامل هنا يا كم دا نحرك يعني كان نحرك وانا كان نضيف الماء هنا يا فأنا دخلت الخمسة ديال الكؤوس ديال الماء عامرين ديال العنبا كان استمر كان نضيف الماء وكان نحرك على هات الشكل هادا تاكن ندخل خمسة ديال الكؤوس ديال الماء هنا غادي ناخد الخلط الكهربائي اللي غا نضع فيه الخالط ديالي بهات الشكل هادا ثم غادي نضيف ليه باقي المكونات غادي نحتاج ملعقة صغيرة منها انخل وش اه اكياس من اه الخاميره اولا بيكن باودر خاصة بالحلويات ضروري ما نغربلوها كذلك بالنسبة للدقيق ديال الفورس اللي دي درنا في الاول وكذلك الفينو فاحنا يا فأنا يا غربلتو صافي بالنسبة المكونات فاضفوا فالمرحلة هادي غادي نخلط اه الخاميره مع باقي المكونات بالخلط اليدوي ثم غادي اه تشوفوا القوام كيفاش كيجي هنا يا يعني الى كنا نحتاجين الماء فكان ضيفه مهم انا تقريبا ضفت واحد اه ربع كأس من الماء حيثو انا كنخلط يعني بنية اه ان الخليط ما كيدورش ضغير يعني السر اللي انا كن نضلكم عليه من بداية ديال الفيديو فهو هذا يعني من اللي كنكون كنخلط فخاص نشوف هاد هاد الخليط كيدور بواحد سرعة ويتكون هادك الوسط يكون خاوي يعني هذا هو السر باش انكم تعرفوا بان كيميا ديال الماء فراه كافية فالشفت ان الخليط قيل وان داك الوسط يعني مخاويش يعني داك الخليط باقي كيدور لنا في الوسط فراه وما زال تقيل وما زال محتاجية الماء يعني كما كنشوفه كيدور کيدور الخليط به هاد شكل هادا وكين هاد الخوية هادية في الوسط بهاد شكل هادا فاره يعني كيميا ديال الماء هي هادك وليش شفتو انه تقيل فكتضيفو له الماء حتى كيجيكوب على هاد القوام هادا سفي بعد ما يعني كيكون القوام ديال ها هو هادا فك نخليوها تختامر واحد مدة ديال من سبعة دقيق تلعشرة دقيق خلي ما كنخلواش مدة طويلة اه حيث كتطلع فيها الخميرة يعني ما كينجحش معنا آآ البغرات ديالنا سفي هنا بمجرد ما كيختامر فكناخد طبعة الحال مقلات اللي ما كتكونش كتلصق وكندير فيها كيميا ديال العجين فكتبقى الكيميا على حسب المقلات فبني إلا كانت مقلات لي كبيرة فكنديرو كيميا أكتر وإلا كانت المقلات اللي هي صغيرة فكنديرو واحد الكيميا اللي هي قليلة صفي هنا يكن نوضع آآ المقلات على النار صفي هنا يكن شوفوا بأن البغرات ديالنا كيتطقب بالنسبة آآ المقلات فكنديروها في الاول كتسخن غير واحد شوية وكنحيدوها من يكن بغو آآ نخويو البغرات ديالنا آآ العجين فاحنا يكن نقصو حتى اللفن من اللي كان حطوا المقلات على النار هنا يكن جهدو آآ العافية فضروري ما تجهدو باش تنجح معكم آآ البغرات ديالكم ويجيكم كلهم تقب بحال الشهدة آآ فإلى آآ ما جهدوش العافية فما غديش نجح لكم آآ البغرات فبمجرد يعني ما كينشوف الوجه ديال البغرات فكن نقصو لي باش كنخليوها كتكمل الطياب ديالها على خطرها هنا يكن كن وجد آآ واحد البلاتو اولا واحد للتبصير اللي كان دير عليه واحد الفوطة ويعني آآ اللي طابط هنا يكن نبقى نحطها معنا هات الشكل هذا صافي ديال اقتم اقتم ما بغيت ندير آآ الكيمية ديال العجين فكن حيد المقلات من النار فانيا إلا خليت المقلات على النار فالبغرير ديالي ما غديش نجح بصفة نهائية عخاص المقلات ديالنا ضروري انها آآ تكون يعني باردة صافي كنستمر بنفس الطريقة عندما كتشوفو بان البغرير يعني بنكي تطقب كامله صافي انا كنحيدوها وكنديرو الاخرى دائما كنحيدو المقلات على النار ضروري حتى يعني كنفرغوا آآ الخليط اللي بغينا نفرغوه عاد كننضعوها فوق النار وكنها كنجهدو آآ العافية حتى يعني حتى اللفن هم اللي يعني كت آآ هكا كتت تقب كاملها فآآ كنحيدوها كنستمر بنفس الطريقة حتى آآ كنكملو كمية ديال الخليط اللي انا كله بنفس الطريقة انتوما كما كتشوفو انه كله كيت تقب وكيجي ناجح صافي هذا هو الشكل نهائي ديال البغرير انتوما كيفما كتشوفو كيجي كله متقب ما شاء الله وكيجي ناجح كيفما قلت لكم من البداية فقط تبعوا المقادير والطريقة واكيد انه غادي اه آآ ينجح معكم مئة بالمئة وهناك يبقى لكم انكم تدهنوا للبغرير ديالكم بالعسل او لا آآ بالزيت مع العزل وغادي نقطعه وتشوفوا آآ الوسط دياله كيفاش كيجي آآ فصراحة كيش هي آآ كيجي شهوه منه كيجي يرطب وناجح كيف ما كتشوفوا نتمنى ان الوصفة ديال اليوم تنال اعجاب ديالكم وكذلك الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم ولكنتو اول مرة كتزوروا قناتي فما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش ترسطوا بجديد القناة وما تنسونش من آآ لايكات ديالكم ومن تعليق ديالكم